معي من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور سامي نادر مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سامي هذا الاجتماع الخاص استمعنا بتقريرنا إلى الشائعات ممكن يكون الهدف لتجارب نووية تجارب إطلاق صواريخ ما رأيك بهذه الاحتمالات وماذا يمكن أن يكون هدف هذا الاجتماع غير ذلك أعتقد أن كوريا الشمالية تستمر في التصعيد وهذا قد أقول طبيعي لماذا؟ لأن أي عمل أو خطوة على طريق التسوية لم تتم بعد إذن هناك كلام عن تسوية كلام عن حل ديبلوماسي أو حل عبر المفاوضات ولكن لم يصار بعد إلى اتخاذ أي خطوة ومن الطبيعي إذن أو من المتوقع بالأحرى التصعيد لأن كوريا الشمالية تعزز موقعها التفاوضي من خلال هذا التصعيد أنا لا أعتقد لأي من الطرفين الأمريكي أو الكوري مصلحة في أن تخرج الأمور أو تأخذ مسارا عسكريا أو مسار ضربة عسكرية أما بالملفت في اليومين الأخيرين هو انحصار لهجة التصعيد في واشنطن أو على الجهة الأمريكية الرئيس الأمريكي يحاول اليوم كان تسخيف الأمور حينما قال أن هذا يشكل دعاية لجزيرة توانك وأيضا مدير المخابرات الأمريكية استبعد اليوم أو قلل من المخاطر المحطقة بأمريكا هكذا يفهم الموضوع أم أنه ممكن يفهم أيضا بأنه استهزاء بأنه لم تقدم كوريا الشمالية على هذا خاصة كما قلت حضرتك أيضا دكتور سامي بأنه ليس من مصلحتها أن تصاعد إلى هذا الحد نعم لأنها تضع نفسها في مصاف كوريا الشمالية ولأمريكا مصافها هذا أولا إذن في تكتيك المفاوضة هذا لا يخدم مصالحها لأنه في النتيجة هي صاعدت ليس بواجه كوريا الشمالية صاعدت بواجه الصين حينما لوحت بالخطر العسكري كانت تريد أن تضغط على الصين لأنها تعرف تماما أن وحدها الصين قادرة على الضغط وقادرة على الولوج بالحل الدبلوماسي ولكن إذا سمحت هناك أيضا بعدا آخر هو بعد اقتصادي اليوم تأثرت كثيرا الأسواق المالية العالمية والأمريكية منها بفعل احتدام هذه الأزمة وأقفلت الأسواق في خلال اليومين الأخيرين على خسائر وهذا لا يخدم المصلحة الأمريكية بتاتا ومن هنا عملية تسخيف أو تقليل من أهمية هذه المسألة إذن أيضا هناك مقاربة متعددة الأبعاد للمفاوض الأمريكي وتأثير على كل الصعود وعلى دول جوار بالسلاح النووي الذي تمتلكه خطورته ما موقف المجتمع الدولي من هكذا استفزازات وكيف يمكن إثناء كوريا الشمالية عن الاستمرار على الأقل بهذه الاستفزازات طالما نتحدث عن استفزازات أعتقد أن المجتمع الدولي بالمسألة النووية بات شبه مشلول رأينا كيف كانت الأمور بالنسبة لملف النووي الإيراني حيث أفضت هذه المسئولية إلى مجموعة الدول الخمس زائد واحد إذن هناك قرارات وأثمرت ولكن بعد مصار طويل ونحن أمام شيء مشابه بالنسبة لكوريا الشمالية هناك مصار أعتقد عاجلا أو آجلا سوف ندخل به وسوف تكون للصين الدور الأساسي في هذا المدمار ولكن الصين كما أشرنا في مقابلات سابقة مع القناة الآن الصين أمام أيضا مشكلة هي لا ترى بعين الرضا هذا النظام في كوريا الشمالية ولكنها أيضا تخشى حدوث حرب كورية جديدة كما حصل في ستينات القرن الماضي ولا تريد أبدا تقدم القوات العسكرية الأمريكية على حدودها الجنوبية ستنرى إلى ماذا ستقول الأمور وما الذي يمكن أن يغير استراتيجية كوريا الشمالية هنا وتهديداتها لأنه بإيران نعلم بأنه عهد جديد الرئيس الجديد روحاني وزير الخارجية الجديد ذريف هما من قادا هذه المرحلة التقدمية التي أدت لهذا الاتفاق شكرا جزيلا لك دائما على وجودك معنا من بيروت أستاذ علاقات دولية دكتور سامر سامي نادر عذرني شكرا دكتور سامي شكرا